من تطريحات الاتنين لعيبة سواء رمي ربيعة من الاهلي او بوباكار من مازنبي فالفريقان غير مطمئنين لنتيجة مباراة الزهاب حتى الضيف اللي خرج بالتعادل السلبي مش مبسوط بيقول ان دي نتيجة مش حلوة بالنسبة لنا اذا استقبلنا هدفا انت عارف هيبالاهلي محتاج ان يسجل هدفين وبالتالي دي رسالة كويس جدا انه بدأ بيها رمي ربيعة لانه مش بس الفريق عارفها بل بيوصلها كمان للجمهور وبيقولها للعيبة من خلال الاعلام لانه لا مجال للاعتماد على نتيجة مباراة الزهاب نفس القصة قالها ابو بكار ودي وعد حالنا التعادل السلبي داخل الديار امر غير مرضي قبل مباراة الاياب وبالتالي مهم جدا التركيز تقسيمة المباراة الضغط من البداية اعتقد كمان ممكن يبقى كويس جدا مع تشكيل متوقع ان يبقى كما هو او ان يجرى فيه تعديل او اثنان فقط فتعالوا نشوف تشكيلة الاهلي المتوقعة قبل ما نستقبل على الهواء مداخلة مع نجم من نجوم الاهلي السابقين تشكيلة الاهلي المتوقعة بكرة تكون كالتالي مصطفى شبير في حراسة المرمى رمي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلوله ومحمد هاني ليتواجدوا كالعادة في خط دفاع الاهلي قدامهم كوكا في نص الملعب عمر السلية واما اكرم توفيق كما بدأ المباراة الزهاب او محمد مجدي افشا الذي شارك كبديل في لقاء الاسبوع الماضي في المقدمة يتواجد احمد عبدالقادر ناحية اليسار واما بيرسي تاو او رضا سليم على حسب مين اللي هيقرر ان يدفع به مارسيل كولر كان ماتش الزهاب بدأ برضا واشرك تاو في المقدمة ويسام ابو علي وفي احتمال من ضمن الافكار اللي طرحت في الجهاز الفني للاهلي ان كهرباء يكون ليه تواجد في ماتش بكرة كجناح علشان يدعم ويسام ابو علي ودي فكرة عملها مارسيل كولر في ماتشات الاهلي المحلية ان كهرباء يبدأ جناح ومع ضغط الاهلي يتحول الى مهاجم تاني برفقة ويسام ابو علي فكلها احتمالات واختيارات يستقر عليها في الساعات الاخيرة مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي على التريفون